وصف السفير الأمريكي لورانس سيلفرمان الدور الذي تلعبه الكويت بأنه أكبر من كونه دورا خالجيا وأكبر من حجمها الجغرافي وقال سيلفرمان إن الاستثمار الحقيقي هو في الوقت الراهن هو استقرار المنطقة وهو ما تتطلع له الكويت وعلن سفير سيفرمان في مؤتمر صحفي اليوم إن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون سيحضر في الكويت الأسبوع المقبل مؤتمر إعادة أعمار العراق واجتماع وزراء خارجية التحالف الدولي لمحاربة داعش مشيرا إلى أن بلاده قدمت دعما للعراق بأكثر من ثلاثة مليارات دولار أكد سيلفرمان في ذلك عن اتفاق في الرؤى بين الولايات المتحدة والكويت لدعم الأمن والاستقرار في كل من العراق وسوريا وقال إن الهدف بعد الانتصار العسكري في كل من العراق وسوريا هو دعم السمرارية الاستقرار في هذه المناطق مشددا على أن المنطقة العربية مقبلة على مرحلة همة من الاستثمار والازيار بعد الانتهاء من ما يسمى بداعش والإرهاب